من مجهزة الأخبار إلى جولتنا على أبرز ما جاء في الصحف اليوم أبدأ مع صحيفة الأخبار التي كتبت مقال بعنوان قائد الجيش بعد التمديد انتهاء صيغة المرشح الثالث يمكن لقائد الجيش أن يعزوا الفضل في ارتفاع أسهم التمديد إلى حرب غزة بعدما كانت احتمالات تعيين بديل عنه قد سلكت مسلكا جديا في واشنطن وبريس لكن إذا كان مؤيد التمديد لعون ربطوا بقاءه في اليرزي باستمرارية وجوده على لائحة المرشحين للرئاسة فإن نجاح هذا الرهان ليس في هذه السهولة فهو في اللحظة التي يمدد فيها له يتحول حكما من مرشح خيار ثالث إلى مرشح فريق علما أنه أصبح كذلك منذ أن أعطت اللجنة الخماسية الضوء الأخضر للتمديد لتلتقي بذلك مع قوى سياسية مؤيدة للتمديد لغيات مختلفة تماما مقابل رفض التيار الوطني المطلق له والرهان على أن حزب الله لا يمكن بعد التوافق الخماسي على عون القبول به مرشحا رئاسيا إلا أن مؤيد القائد يملكون في المقابل حجة مناقضة إذا نجح عون في استقداب الكتل النيابية للتمديد له فهذا يعني أنه ليس مرشح طرف بل مرشح أكثرية سياسية ونيابية إذ سيمتلك أصوات ثلثي المجلس النيابي ما يؤهله للتعديل الدستوري والفوز برئاسة الجمهورية والإجماع السياسي في نظرهم يوازي كمية الأصوات بين الرئيس نبيه بر وكتلته والقوى المسيحية والمعارضة والتقدم الاشتراكي وقوى سنية ما يعني استفتاء رئاسيا مسبقا حتى الساعات الأخيرة كان حزب الله يؤكد أنه لن يسير بأي من الخيارات المقترحة قبل الدقائق الأخيرة لكن بدأ أنه يفضل أن يكون خيار التمديد في حال رست المعادل عليه عبر الحكومة ولمدة محددة بدل أن يتم بإجماع نيابي الآن إلى صحيفة الجمهورية كتب فيها عماد مرمى المقال بعنوان أين حزب الله من معادلة وراء الليطاني يتصرف وزير الحرب الإسرائيلي يوقف جالهنت كما لو أن حزب الله مهزوم ويمكن أن تفرض عليه الشروط التي تضمن مصالح الكيان الإسرائيلي ومن الواضح أن تل أبيب تحاول الاستفادة من زخم العدوان على غزة والغطاء الدولي الممنوح لها من أجل السعي إلى فرض وقائع جديدة على الحدود مع لبنان عبر الضغط السياسي والعسكري المتزايد ويؤكد قريبون من الحزب أن طرح جالهنت غير قابل للتنفيذ وليس له أي وزن لافتين إلى أن الغاية الأساسية منه احتواء الأحباط السائد في صفوف مستوطني شمال فلسطين المحتلة النزحين عن مستوطناتهم والخائفين من العودة إليها ويلفت القاربون من الحزب إلى أن العدو الإسرائيلي الذي لا يزال عاجزا عن تحقيق نصر واضح في غزة بعد مرور أكثر من شهرين على العدوان يبحث عن صورة لهذا النصر على الجبهة مع لبنان لكنه أخطأ في العنوان ويبضي المحيطون بدائرة القرار في الحزب استياءهم الشديد من الدور السيء الذي تؤديه باريس بالتنصيق مع الطرف الإسرائيلي لمحاولة دفع قوة الردوان نحو التراجع إلى شمال الليطاني وسط تهويل الموفدين الفرنسيين بأن لبنان سيدمر إذا لم يخضع الحزب لما يطلب منه من مقال عماد مرمل إلى مقال اللي جاء عزيز في أساس ميديا بيروت لقاء ثلاثة أجهزة مخابرة بشكل متزامن كانت بيروت بطلع الأسبوع مسرحا لوجود مخابرتي ثلاثي فرنسي أمريكي وإسرائيلي لم يفتح برنار إميه ملفات الرئاسة والجيش من طلقاء نفسه كان كلامه مقتصرا على الجنوب لكنه حين سئل عن الملفين الآخرين اجاب باقتضاب وبلانية استفادة أو عناية شخصية بهما ربما لأنه يدرك أن المسألتين من اختصاص موفد خاص لرئيسه كان هنا قبل أيام قليلة انتهت زيارة إميه تاركة تساؤلات لدى من التقاهم هل هي رسالة إسرائيلية تهديدية مباشرة للمصادفة وفيما إميه في بيروت كان ثم تزائر أمريكي مماثل يجول في العاصمة اللبنانية لم يحمل جديدا ولم ينقل تهديدا اكتفى بالبروتوكولات الروتينية من تبادل أفكار وعرض آراء ومحاولة استضاح معطيات لكن ثم تنطباع بأن إسرائيل تمكنت في الفترة الأخيرة من تحقيق اجتياح أمني كامل للبنان بشبكات معلومات قد تكون باتت أقرب إلى شركات متكاملة وهو مظاهرة خلال اشتباكات الجنوب تحديدا من ظاهرة استهداف العدو لعناصر الحزب لحظة فور انتهائهم من تنفيذ عملياتهم وأحيانا بعد عودتهم إلى ملاذاتهم الآمنة وصولا إلى الخرق باستهداف المجموعة القيادية وبينها ابن النائب محمد رعد المعضلة في هذا المجال تكمن في رفض البعض الاعتراف بهذه الحالة من باب المكابرة أو الإنكر الآن إلى صحيفة نداء الوطن بر يحضر التمديد للقائد ستة أشهر والحزب يغضو الطرف جاء في هذا المقال وفق معلومات نداء الوطن تقود الحركة السياسية خلال الأيام الأخيرة إلى الاستنتاج أن التمديد للقائد يسلك طريقه إلى الإقرار وأغلب الظن أن مجلس النواب سيتولى صوغ المخرج القانوني بالتفصيل يتبين أن زوار الرئيس نبيه بري نقل عنه قوله إنه ليس كثير الحماسة في تلقف كرة التمديد وكان يفضل أن تقوم الحكومة بواجبها في هذا الشأن ولكن إذا لم تفعلها الحكومة وهو المرجح سيتولى مجلس النواب هذه الخطوة علما أن حزب الله يبدل يونة في هذا المجال ويقف خلف رئيس المجلس ويشير الزوار إلى أن بري لن يكون في موقع المعرقل لاعتبارات عديدة أبرزها الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان للدفع إلى التمديد وحرصه على عدم استفزاز البطرياركية المارونية التي أخذت مسألة التمديد على عاطقها ويكشف الزوار أنه بموازات التمديد لقائد الجيش سيصار إلى تعيين رئيس الأركان والأرجح أنه في جعبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توليفة قانونية تتيح للحكومة تعيين رئيس الأركان ولا يخفي المتابعون تعرض أي قانون قد يتيح التمديد لطعن من جانب التيار الوطني الحر أمام المجلس الدستوري لكن إجراءات الطعن وبته قد تتطلب أكثر من ستة أشهر وهي المدة المتوقعة للتمديد ومن بعدها لكل حادث حديث اشتركوا في القناة